اطلاقة وثيقة بي الوزارة التضامن الاجتماعي النهاردة طبعا دكتور غدوالي كان فيه يعني اعلنت مع صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي عن اطلاق حملة حملة ضد سائقي الشاحنات او التوبسات الخاصة بالاطفال اللي هي بتقلهم وزديهم المدرسة الصبح وترجعهم بعد العصر حسب توقيت كل مدرسة يعني ان يكون حملة للكشف عليهم حملة تحت ادارة صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي طبعا عن تعاطي سائقي حفلات المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد بالمحافظات وطبعا لاجراء التحليل الطبيعي السائقين داخل مقار المدارس ومن سيتم اثبات حالته تعاطي مخدرات هيتم تحويله للنيابة تاني من سيتم اثبات تعاطيه للمخدرات من سائقي حفلات المدارس اللي بتقل الاطفال وبتحافظ على ارواحهم سيتم تحويله لنيابة على ما اعتقد انتو فاكرين العام الماضي خلينا افكركم بس كان فيه اطرح حفلات تقريبا كان فيه افطنطة على ما اعتقد في محافظة شرقية كان اللي اصطدم باحد القطارات وطبعا اتضح انه كان ماشي عكسي الطريق يعني على كل ان الله يرحم الجميع ويسلم كل الطريق وبنقول في العجلة الندامة وفي التأني السلامة على العموم يعني شغل من جانبها وزارة التضامن الاجتماعي للحملة دي لتحذير وكارتة احمر كارتة احمر لسائخ الحافلات بعدم التعاطي للمخدرات طبعا الحفاظ على الارواح الابناء اللي بيقلوهم من المدرسة من وقيل البيت للمدرسة كمان فيه حاجة مهمة جدا عايز اقولها لحضراتكم قبل من سيب موضوع التعاطي المخدرات ده برضو كان في الاحصاءات ويمكن دي ارقام مهمة جدا انه نسبة تعاطي المخدرات بين سائقي حفلات المدارس خلال العام الدراسي اللي فات اللي هو 2015-2016 انخفضت من تسعة كانت السنة اللي فاتت تسعة في المية لحوالي تقريبا ستة ونصف في المية انخفاضا وتبين انه ميتين وخمستاشر سائق تعاطي المخدرات من خمسة او سبعين طبعا كل نوع المخدرات يعني سواء حبوب او سجاير او غيره المهم يعني مش عايزين نقول اسمائها عشان منعلم منعلمش ان الاطفال او الشباب اللي بيشوفونا اسماء المخدرات ايه هي اسماء كلها مخدرات سواء كانت كذا او كذا او كذا كلها مخدرات المهم اللي بيفيدنا بس ان احنا نقول لحضراتكم ان نسبة تعاطي المخدرات ما عارفش اذا كان ده مبشر ولا محزن عموما يعني النسبة انخفضت نسبة تعاطي المخدرات من تسعة في المية لحوالي ستة و تقريبا ستة ونصف في المية لم تعاطي المخدرات من سائق الحافلات شكرا جزيلا ويرب ما بقاش في حد لو كان عشان يجيب مخدرات يا رب ما بقاش في حد مع فلوس اصلا طيب